السلام عليكم لبنات و مرحبا بكم و الف مرحبا بالنسبة لناس اللي كي عانوا اليمنشيب جيت خصيصا نقدرت لكم هاد الفيديو و واحد السبغية لبنات و واحد الخلطة خطيرة لعلاج الشيب مهما كانت الحدة ديالو بمكوينات طبيعية بمواد بسيطة و برخيصة غتي تعجب ان شاء الله الكبار و الصغار بدون حنا بدون اي مكوي اللي غيسبب لك مشاكل هاد الوصفة صالح لبنات للنساء والرجال وحتى الناس الخصوص هان وعندهم الشيب المبكر سوف تصلح للناس اللي عندهم الشيب كثير و السيب يعني شعر ديالو كله كي يغذروا بشيب والكمية الشيب كتون كثيرة و صارحة حتى الناس اللي عندهم الشيب مبكر نتمنى انها تنال الردة ديالكم و نتمنى انها تنال الإعجاب ديالكم الحمدولي الله في مكونات بسيطة رخيصة في متناول جميع يعني ممكن اي شخص يعمل هاد اغصت هذه غير في البيت وفي المنزل ديالو ويجيب اللي هان شاء الله بها التي سير يا رب يا رب النات نجاح مع الجميع اشتركوا في القناة 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 المهم هي الوصفة ده بواج ده موجودة معلكم إلا تطبقوها على الشعر ديالكم بالكامل يعني كتاخذي الشعر ديال كامل كتبداي غادة بخصلة بخصلة كتبداي من المقدمة حتى الأطراف في مكان شاشبة كتوضع عليها هاد لاغوسات هادي ومن بعد كتنتظري المدة قبل بعدها قبل ما تنتظري كتاخذي بعدها إما السلوفان إما البلاستيك الغدائي على حسب ذك شي اللي عندك عندك السلوفان كتاخذي عندك الميكا كتاخذيها كترقي بعد الوصفة وكتخلي لها غسل تقريبا واحد ساعة ومن بعد كتغسلي ليا الشعر ديالك وأكيد أمامكم الآن غنخلي لكم النتيجة ديال الأم ديالي ما شاء الله يعني النتيجة الخرافي هي البنات اللي خلت ليها في الشعير ديالها زائدة هاد الوصفة اللي بتعطيكم حتى واحد لمعة إلا اللي حطورها لمعة غاد يتلاحظوها في الشعير ديالكم حد لمعة اللي هو بسيط بزاف وخفيف ولكن زوين غير هو اللوين ديال هادك الشعر ديال الأم ديالي اللي هو الأشقر اللي بزاف منكم متقدروا تسولوني عليه راه ماشي هاد لاغوسيت اللي عطتنا هاد اللون لاغوسيت درقة غير شيب وزادت خرجت ذك اللون اللي عند الأم ديالي فقط أما باش تقولوا صبغات ليها باللو الأشقر لا لأنه هادك اللون كان نضيف له مكونات يعني من بين هاد الكركم هادا ولا الخرقوم ومكونات خرا يعني ماشي هاد الوصفة هادية هاد الوصفة غير كتصبغ أولا كتقضي على الشيب وزائد أنها كترتب الشعر وكتخرج لك ديك اللي ميعا اللي عندك ديجة في اللون الشعر ديالك من الأم ديالي فهي ديجة صبغة اللون ديالها بالأشقر لأنه كيعجبها اللون أصلا كيتوزها معا ما شاء الله زائد أنها كنسبغوليها غير بالوصفة الطبيعية يعني منذ يعني تقريبا دي أعوام وسنين مقناش كنستخد موسيبغة الكيموية لأنه الكاتلين الشعر ديالنا لأنا ولا الأم ديالي يعني الزغبة كنحس بها مهلوكة ولكن الحمد لله دويناها بالوصفات الطبيعية وبالزيوت وإلى آخرين من الأشياء يعني نبقى مرة برنا نتقاسمها معكم في القناة أكيد مرحبا بكم ونتمنى هاد الفيديو نال الردة ديالكم ونال إعجاب ديالكم ويلا هوا البنات سارعوا 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 باشا مشاء الله تمشي وتطبقوها وتديروها وتكسبو لي في الكومنتيغ أنكم جربتوها وهالنسائيش اللي لقيتو عليها وشكرا شكرا لكم مسبقا وما تنسوناش بندعوات ديالكم من اللي لايك اللي لايك اللي لايك ديالكم كتروهم وبختار جيب الفيديو ونطلقى معكم في الفيديو القديم السلام عليكم شكرا لكم